طبعا أول إجراءات إن حتى ما حاخد الدواء لازم يقف فيه نظام غذائي الدواء بيساعدك على إنك تتبع نظام الغذائي أنا فاشا أخد الحونة دي وأكل اللي أنا عايزه ما أنت حضرك مش حضرك أنت أكل اللي أنت عايزه لأنك عايب عندك تتذين في النفس آآ فيه فقد الشهية آآ يعني فيه فقد الشهية وفيه شعور يعني ملازم لك بالامتلاء فمش معناه بأن أنا حاخد الأدوية دي عشان نفتح في الأكل أية مش هيحصل الكلام ده وبعدين إحنا زمحة الأستاذة قالت إن ده مرحلة إن أنا عاوز أخس شوية مثل مش قادر أما لقي نفت بقى خسيت عشرة وخمستاشر وعشرين لا ده أنا شكل تغير شكل بقى أحلى يبقى عندي قوة الإراضة اللي هي هتخليني أكمل بعد كده بنظام الغذائي وبعدين الأحسن طريقة للخساسين هي النظام الغذائي المتوازن بواسطة أخصائي تغذية يعني الأطباء العاديين ما عرفش يعمل نظام الغذائي متوازن للمريض دي حاجة بيخفل على الناس إنه فاكر أن الدكتور العادي ممكن يعمل نظام غذائي لا النظام الغذائي ده عاوز أخصائي تغذية يمشي معاه الحاجة الثانية ودي المهمة جدا بردك اتباع نظام رياضي لا يدم كل يوم مع سنة ما لننش فيه خاطئ بس ده ما لننش فيه ده عبدتك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة